السلام عليكم يا شباب هذه اول محاضرة في مشروع المخلفات الصلبة هتاخد مننا لوحة AutoCAD عليها مناسيب وكوردونيس هتاخد مننا فايل الورد فتعال نعدي عليه كده ونشوف المدفن ده بتكلم عن ايه او المشروع بتكلم عن ايه انت عندك المشروع بتاعك هنا السنية دي 22-23 نتكلم على مدفن العاصمة الادارية ده مكان المدفن ده عدل السكان اللي هيخدمه المدفن ده معدل الزيادة في عدل السكان الاسكوب بتاعك انك ايه تصمم المدفن ده كل حاجة فيه نشوف تحت الداة اللي معاك مديان لك الايه الاركام بتاعك الارض بتاعك هنواليك ازاي ده بقتي اندخل الكلام ده على جوجل ايرث تفتح جوجل ايرث كده عادي جدا مش مشكلة تفتحو تيجي على العلامة دي تدوس عليها وبعدين تيجي على الارثينج مثلا او است كان ايستنج انا اثب تيجي تدوس على هنا تحطو copy تيجي تاخد ايه نورثينج وتحطو هنا وتدوس اوكي هتلاقي اعمال لك النقط النقطة التانية نفسك كده تاخد copy استنج احطو هنا تحطو copy نورثينج اتحطو هنا وندوس اوكي تمام ازي نورثينج التالت اهي كمان واحدة نجد اخطو شخص اخطو تريد تريد تستعمل نورثينج ترجم اذا اقومنا بطريقة ايه ادباس احنا لو اعملنا هنا وهنا وهنا كده حاولنا نقفل من هنا بهنا ده قصدي الشكل بتاعك يعني كده مثلا خليه ازرق كنا نشوفه دي كده حطة الارض بتاعتك تمام حطة الارض دي احنا مدين لك ليها لوحة كده اللوحة دي برضو فيها نفس الكلام فيها الارثنج والنورثنج ده هو ده اللي انت هتشتغل او لو هتشتغل بالدرجات والدقائق والثواني ما فبن طمع تشتغل لو هتشتغل مشكلة على الو جي اس بس هم تظبط الارث بتاعك على الو جي اس الاربعة وطمان تمام او تشتغل ايه ايه بالداتا دي احنا مدين لك ده اتجاه الشمال الرياح شمالي غربي كده تمام فانت لازم تاخد في اعتبارك التجاه الرياح وانت بتعمل طيب دي حاجة عشان يعملوا بيها الكنتور ده او يعملوا بيها الكنتور ده بتعمسها هين استخدموها عشان يجيبوا لك المناسب هنا طيب هنعمل بيها ان شاء الله المهم دي حتة الارض بتاعتك دي حتة الارض بتاعتك انت المفروض هتبتدي تعمل مدفن صحي المدفن الصحي دي دي نخدت في البيئية هو احدى طرق بتاعت المخلفات الصد المدفن ده بيبقى عبارة عن حفرة في الارض هندسية معمولة بشكل هندسي متبطنة من تحت تفصل ما بين المخلفات اللي بتتحط كل يوم وفي نظام تجميع سائل رشيح ونظام تجميع للغاز بيتحط فالحفرة دي بما انها حفرة هندسية فلازم يبقى لها موقع لازم تعملها ليه قوت ليه قوت زي محطة المية ومحطة الصرف هيبقى الصيد بتاعك هو اللي انت شايفه قدامك ده تمام ومطلوب منك تعمل ليه قوت جوه ليه قوت اللي جوه ده يحتوي على كذا حاجة اول حاجة هيبقى عندك غرفة حارس زي المية وعندك صور وعندك ميزان الميزان ده العربيات هتوزن عندين مخلفات وبعدين وهي خارجة توزن نفسها وهي فاضية فنعرف المخلفات اللي داخلت ووزنها ايه وعند الميزان نفسه بغرفة الميزان فيها الكمبيوتر والاجهزة بتاع الميزان وبعدين عندي الميزان نفسه وبعد كده العربية بتمشي في طريق فهيبقى عندي طريق هتروح للخلية او للمدفن وتنزل على الرامب اللي موجود جوه في الرامب العربية بتنزل عليه وبعدين بترمي المخلفات تحت وبعدين بتطلع من الرامب برضو تمشي في الطريق تروح حتة اسمها طير ووش عشان تغسل الكويتش من الزبال اللي لزقت فيه وبعدين العربية توزن ثاني وتخرج طيب هاي دي لحنا عايزينه بس في المطمئ لازم يكون عندك خزان ميين خزان صرف حريق نظام حريق لازم يكون عندك مبنى اداري لازم يكون عندك باركينج تمام لازم يكون عندك ترانسفورمر لازم يكون عندك مثلا حاجات مكملة بقى زي ابراج المرعبة مسجد كفتاريا وورشة مكان بنخزم فيه وعندك حاجة تانية مهمة جدا اسمها ليتشيت افابوريشن بوند ده نظام تجميع الليتشيت اللي بنزل من المخالفات بتحطي البحيرة وتبخر تمام؟ ويبقى عندي برضو حاجة اسمها ستورمووتر بوند اللي هي البوند اللي بنجمع فيها مية المطر لما بتنزل تمام كده؟ طيب جميل جدا تعلي وريدك إكزامبل للمادفل ما بت administrative تخص اخرا ماتفل من بعيد كده ده خلايا ثم تقسم مكان تأتي وده سيصل حاجة الخلايا وده السباق نظام هذا هو ايبقى ستورج اري او فيوتر اكسنشن تعال نعدي كده واحدة واحدة على المطفن من البوابة دي البوابة بتاعتك بتخش بتعدي على الميزان وغرفة الميزان وبعد كده ميزان يعني الميزان وانت داخل وميزان وانت خارج تمام بعد كده يعان لك حاجة هنا اسمها تاير ووش تمام كده ودي شوية مباني وشوية اكسيسوري زي ما احنا قلنا هوريهارك دلوقتي ودي كده الخلية بتاعتك شغل الخلية والتقسيم اللي جوه ده والرامب والمنظر ده كله انت هتعمله لما تشتغل على السيبل ثري دي تمام انا هنا بواريك بس اكسامبل ليه اوت وبواريك مكونات الليه اوت بيبقى عامل ازاي وهنا 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 وهده بتاعتك اللي هي نظام تجميع المياه النبجة من المغالفات اللي هي مياه الرشيح تمام تمام وهنا فيوتشور حاجة اسمها material recovery facility دي هنا بيحصل المخلفات وبنطلع وبنرمي بعد كده ايه المخلفات اللي مفروض خلاص مالهاش لازمة وننتفينها وهنا جاس فلير سيستم عشان تجميع الغاز ويطلع ونحرقه تمام وهنا وهنا المخلفات الطبية مثلا نيجي هنا نبص في الجدول ده هنلاقي عندك administration building تمام مبنى ادارة مبنى عمال ورشة صيانة guard house اللي هو غرفة الامن بريدج للميزان يعني ميزان يعني ده الميزان وده الكمترول روم بتاعت الميزان وده غسيل الايه الاطارات وفاول ستيشن يعني او فاول تانك مش ستيشن طبعا هو فاول تانك وجنريتور و ايه ومظلة و باركينج شد للايكويمنت وووتر تانك و سيوج تانك او سيبتك تانك و او الاتشاة لاجون او الاتشاة كوليكشن لاجون او اسمها treatment لاجون والجاز فلاير سيستم والاناكسيبتك و ايه ويستمتع يعني ايه هيبقى نفس الليه قود ده بالشكل ده تقريبا تعالى وريك اكزامل تاني ده برده مسال تاني لمدفن ده كده كل البوابة بتاعت الدغول ايه وده برده ده الميزان بتاعك طبعا دي حاجة ادانسة شوية انت مش شرط تعمل نفس الكوني في الشغل هنا يعني مش شرط تعمل نفس الكوني طبعا يفضل تعمل كده بس ايه انه مش شرط بس انا بوريك شكل الرصة يعني بيعمل ازاي انا باركينج للعربيات الدريلات وهنا الميزان بتاعك و اهتي المباني اللي بتخدم على المدفن و هتلاقي هنا بقى ايه المدفن نفسه ده مدفن هازردس انت معندكش هازرد ده هازرد ويست اللي هو مخلفات يعني خطرة وهنا المخلفات البلدية. تمام? شغلك انت هيبقى زي ده كده. شكل الخلية هيبقى من جوه كده بالمنظر ده. تطالع من السيفل سري دي لما تشتغل السيفل. ودول اللي احنا قلنا عليهم بتوع ايه. تمام? فده تاني للشغل بتاعك. تعال هنا. دي بتاعتك. ندين لك احنا فيها الكنتور بتاعك. وفيها الاسبوت ليبلز بتاعتك. وفيها الديمينشنز. هي ارض 600 متر في 245. اه. دي مكونات المخالفات الصلبة في مصر. اه. هتلاقي عندك 15% مثلا ازرز اللي هي غير البلاستيك والجلاس والبيبر والميتر. كل حاجة لها من نسبة هنا. حاجة مهمة بقى لسولد ويست جينريشن ريت واحد كيلو جرام لكل فرد. انت لو عندك فوق هنا عدل السكان مية وخمسين الف بني ادم فانت هيبقى عندك هنا مية وخمسين الف كيلو. في اليوم. لكل البني ادمي. الاني والريتوف انكريز ان سولد ويست جينريشن ريت اللي هو ده. كل سنة بيزيد واحد ونصف في المية. بتاع المدفن عشر سنين. تمام? انت طبعا هتقدم كالكوليشن شيت. لحسابات الفوليوم. وحاجة اسمها جينرال لاي اوت والديتيل لاي اوت وجوجل ايرث فيو سايت بلوك دياجرام. كل الكلام ده انت هتسلمه من خلال السيفل سري دي. اول حاجة بس هي اللي هنتكلم عليها في المحاضرة بتاعت النهاردة. واللاي اوت احنا اتكلمنا عليه خلاص. الباقي هيطلع من السيفل. الباقي هيطلع من السيفل سري دي. طيب. تعال كده بنقول لك ازاي نحسب بتاع المدفن. طيب. لو جينا هنا كده روحنا عيدين ناسياتك اللي احنا عندنا عدد سكان يساوي مية وخمسين الف بني ادم دلوقتي. كمان? احنا عندنا بتاعنا. بيساوي في سنة عشرين مسلا. تلاتة وعشرين بساوي مية وخمسين الف بنيادة. طيب. جيني ريشن. ليه هم هما? طيب احنا اساسا معنا الداتا بتاعتنا بتقول ايه? بتقول ان الويست جيني ريشن ريت. خلينا كده نكتبه مبعيد. الداتا بتاعتنا. الويست جيني ريشن ريت. بيساوي واحد كيلو جرام لكل فرض في اليوم. والانيوال. الويست جيني ريشن. احنا بدي نقولك بواحد ونصف في المية. تمام? يعني الويست جيني ريت هنا بواحد. كيلو جرام لكل فرض في اليوم. طيب. بعد كده. بعد كده انا عايز اجيب الويست. لكله. يطلع كيلو جرام لهم كلهم. يبقى مية وخمسين الف كيلو جرام ايه? لهم كلهم. تمام? طيب. طيب. ده كده. الويست جيني ريت بالوزن اللي هم كلهم. طيب. انا عايز احوله. لطن. فهكتب هنا. الويست جيني ريتد. بالطن. في اليوم. هتلاقيها مية وخمسين طن في اليوم. تمام? طيب. ليه حاولتها الطن عشان خاطر? الدينيستي. بتاعة المخلفات. جوه المدفن. انسايد. لاندفل. بتساوي. بوينت سيبن فايف طن لكل متر مكعب. فانا حولتها الطن. امو كانت تشتغل كيلو جرام عادي. وديت سيبها سبعمية وخمسين. تمام? طيب. البوليوم. نحن نجيب بوليوم. فهلقول ان البوليوم او الويست. بوليوم. بالمتر مكعب. بيساوي ايه? كسافة بتساوي الكتلة على الحجم. طيب. يبقى الحجم بتساوي الكتلة على الكسافة. يعني مية وخمسين. على. بوينت سيبن فايف. يطلع. رقم. ده كده بالمتر المكعب. جميل. ده ايه? متر مكعب بر ايه? ده بر دي. ده بر دي. ان احنا شغالين بر دي. بر دي. طيب. جميلة. احنا مدة المشروع عندنا كان? عشر سنين. احنا قالين حضرتك هنا ان مدة المشروع عشر سنين. واقيلين لك هنا ان عدد السكان مية وخمسين الف. والزيادة السنوية بتاعتهم اتنين في المية. طيب. وهنا عشر سنين زي ما قلنا. احنا الاتنين في المية دي بقى. دي اللي احنا هنجيب بها عدد السكان كل سنة لمدة عشر سنين. طيب. تعال هنا على الويت بورد. مبدئيا احنا هشغالين خلي بالك هشغالين بر دي. فاحنا عايزين نجيب السنة دي كلها بقى. السنة دي كلها. طلع فيها كامل. يعني جينا نقول الويت. سأخذ الرقم ده واضربه تلتمية خمسة وستين. او انت من الاخر في العمود ده. ممكن تخليه بدل بر دي تخليه برير وتضرب تلتمية خمسة وستين. بس انا ايه بقصلك كل خطوة الوحدة عشان تبقى فاهم. طيب بعد كده. قليني ان قلنا بقى عدد السنين. بتاعت الاول لايف تايم بتاع المبطن عمرها عن عشر سنين. هد معي بقى كده. اربعة وعشرين. تمسة وعشرين. ستة وعشرين. سبعة وعشرين. تمانية وعشرين. تسعة وعشرين. تلاتين. واحد وثلاتين. اتنين وثلاتين. بص؟ من هنا الهن سنة. مش دي سنة ودي سنة لا. من هنا دي كده سنة. نين. تلاتين. حبعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. عشر. ومن هنا الهن سنة. تلاتين. من هنا الهن سنة. من هنا الهن سنة. من هنا الهن سنة. نحن نعد كده. من هنا الهن سنة. سنجد. حسنا. عدل السكان. يزيد بمقدار. اثنين في المية. الـ بيساوي اثنين في المية. بريير. يبقى عدل السكان هنا. يساوي. عدل السكان في الفيوتر. عدل السكان دلوقتي. مضروف واحد زائد. معدل الزيادة السنوية. اللي هو ار. وهو اثنين في المية ده. يعني اثنين على مية. الجهة تكتب اثنين على مية. الجهة تكتب اثنين على مية. فرق عدل السنين. سنة. نحن عربعة وعشرين. ثلاثة عشرين. تمام؟ فالمية وفمسين. هتضرب مثلا في كام. لو جنا فتحنا كالكوليتر كده. هتلاقي ان المية وخمسين مضروفة في واحد زائد يعني واحد بوينت او تو قص واحد مضروفة في مية وخمسين الف. هتلاقي عدل السكان عند الفين اربعة وعشرين بيساوي الرقم ده. طب في الفين خمسة وعشرين برضه هتضرب الرقم ده. واحد بوينت او قص واحد. لان انت هتطلح بقى خمسة وعشرين او اربعة وعشرين. دي كالرقم ده. بعديها برضه في وان بورد او. وهكزا. لحد ما توصل لالفين ثلاثة وثلاثين. تمام؟. عند كل سنة هتبطل تعمل ايه؟ تحسب الوست جنريشن بتاعك. بس تبقى انا على الوست جنريشن ريت. ده الواحد ده بيزيد بمقدار واحد ونص في المية. فالمفروض كل سنة الواحد ده يبقى ايه؟ واحد مضروب واحد ونص في المية يعني او بوينت او وان فايف. او دوت او وان فايف. واحد ونص على مية او بوينت او وان فايف. تمام؟ نطلع لك رقم. اللي هو يساوي. الرقم ده هو اللي عند اربعة وعشرين. تمام؟ طبع عند خمسة وعشرين. هي ساوي. مضروبة. مضروبة. اوكي؟ نطلع لك رقم. هاخده. واضربه. وان فايف. عشان اجيب ستة عشرين وهكذا. تمام؟ طيب. جميل. طيب. فانت يبقى عندك جدول كده. ممكن تعمل الجدول ده على اكسل لتعمل المانويل. هو السنة بتاعتك. السنة. وبعد كده. وبعد كده. في اليوم. بالكيلو جرام. او ممكن تختصر دول مع بعض. في خطوة واحدة. تمام؟ وبعد كده تحول المتر المكعب عن طاقينة تقسم على الكسافة. وبعدين تدربه في 365 ايوم. عشان تجيبه في سنة. انت ممكن تختصر دي الخطوات دي يعني مفيش مشكلة خالص. قاس تختصرها كلها في عمود واحد في عمودين في تلاتة براحتك مفيش مشكلة. عمود في الاخر. في الاخر خالص هيبقى عندك ايه؟ عمود. بيقول. عند كل سنة هتلاقي ايه؟ خاص بها هي بس. بس. الفوليوم ده كده مش تراقومي. الفوليوم ده كده مش تراقومي. تمام؟ احنا المفروب بنقول ايه؟ السنة دي هيبقى بتاعتها بس. وبعد كده دي زائد دي ونحط هنا. وبعد كده ده زائد دي ونحط هنا. وبعد كده ده زائد. التجميع تراقومي كده زي ما انت كنت بتجمع في خزان العالي لو انت فاكر يعني. كل سنة من دول بيساوي عندها زائد كل اللي قبلها. تمام؟ هتلاع لك رقم هنا في الاخر. الرقم ده هو التوتال فوليوم في العشر السنين كلهم. تمام؟ فالمفروض ان التوتال فوليوم ده. الرقم اللي هنا ده. هو ده بقى اللي حضرتك. هتدفن المخلفات فيه. احنا مبدئيا عندنا في المدفن. بيبقى عندنا شوية مكونات كده لازم تبقى عارفها اه. يعني ايه مدفن للأول هي الحفرة اللي احنا قلنا عليها. الحفرة دي بيبقى جاكلها عامل كده. بيبقى عندي سيكوريتي بيرم عامل كده. تمام؟ ونازل لده. بعد كده. نازل. طالع. نازل. طالع. نازل. طالع. هنقول ايه ده دلوقتي. يعني كده نازل. طالع. بعد كده. طالع. اللي فوق بالمنظر ده. وعلي كده عندي سيكوريتي بيرم تعمل. تمام؟ هنا فيه سايد سلوب. ده بنرضه. تلاتة الواحد. فيش مشكلة او تلاتة الاثنين. وده سايد سلوب. دي حفرة بتاعتنا تلاتة الواحد مفيش مشكلة. ده سيكورتي بيرم بيبقى من واحد الاثنين متر. وارتفاعه برضه بيكون من واحد الاثنين متر. والميل ده بيكون اثنين Dre1. والميل ده بيكون اثنين Dre1. وهنا كده بقى في طريق. العربية بتمشى عليه. وهنا في طريق العربية بتمشى عليه. سيكورتي بيرم ده. عشان اي حد ماعدي العربيات اي حاجة ما ما بحدش يقع comparison. يعني. فاحنا عملين مايّن كده. ماّل ترابى. وشان ما حدش ايه يقع جوه الندفن يعني الميل ده بيبقى ارتفاعه او يعني الارتفاع بتاعه واحد اثنين متر وعرضه من واحد اثنين متر وصايل سلوك بتاعه بيبقى اثنين لواحد والحفرة نفسها اللي انت بتعملها في الارض بيعملها تلاتة لواحد تمام؟ حضرتك بتنزل تحت في الارض الارض بتبقاش مستوية وشان احنا عايزين نحط مواسير هنا كده عايزين نحط مواسير هنا مواسير اساسيه المين كولكتر وحين مواسير اساسيه المواسير دي بيرمي فيها مواسير تانية بالجنب كده مواسير كده مواسير كده تمام؟ انا اقسف لده في قطر رسمي هنا عايزين برسمه على باد وحين المنظر ده المواسير دي مخرمة المواسير دي مخرمة سواء دي او المين كولكتر ده مخرمة تمام؟ الميول كده بتبقى 2% 2% وحين برضو 2% 2% والمصورة دي في الاتجاه الطولي في الاتجاه الطولي بقى في مواسير تانية بترمي عليها مين وشمال ميلها بيبقى 1% ودول 2% برضو دول بنسميهم لاترل المواسير الفراعية دي بنسميها لاترل المسافات بتاعتها بتبقى من 20 ل 40 متر تمام؟ وده برضو مين كولكتر بنسميه مجمع رئيسي زي الصرف الصحي كده مين كولكتر ده برضو بتحط ايه؟ كل من 20 ل 40 متر يفضل تلعب في ال 45 او ال 35 او ال 30 طيب جميل جدا دي اسمها ليتشيت كولكتشن سيستم طبعا متبقى مقرامة برضو برفريتك بايبس تمام؟ ليت برفريتك بايبس بايبس مواسير مقرامه ده اسمه ليتشيت ليتشيت كولكتشن سيستم طبعا المطفل بتاعنا بيبقى بالمنظر ده وفي البلان بيبقى بداية المنظر اللي انت شفته هنا كده بص حاجة عاملة كده ده المين كولكتر الاساسي ده المصورة الرئاسية تمام؟ ودي الفرعة بتاعتها دي 2 في الميه ودي 2 في الميه ودي 2 في الميه وده 1 في الميه تمام؟ نفس الكلام هيدا ممكن يبقى عندك اكتر انا انى هنا رسم بالصدفة اه اتنين ممكن يبقى المطفل اوسع من كده يبقى عندي 3 ا اربعة تمام؟ على حسبiteit هو الخليج طبعا اللي طلع من هنا ال viable hollow انت هتعمله على كم خليه. هتعمله على خليه على خليتين. طبعا يفضل تقسيمه على خليتين او او اربعة او خمسة عشان خاطر ايه يعني بتاعك تخلص اول خلية وبعندك هتخش على التانية. انك هتخلص التانية وك هتخش على التالت. ده الاول مدفن كبير وحجم كبير يعني. لو الحجم صغير ممكن نعملها خلية واحدة ما فيش مشكلة. تمام? الفكرة بقى ان الفوليوم اللي طلع ده ان الشكل بتاعك يعني الشكل بتاعك بتاع المدفن ده. هو مش مستطيل. خصوصا ان احنا لسه لقى ايه يعني احنا لما نحط المخلفات لحد هنا. انت تحط المخلفات لحد هنا صار? لأ انت بعد كده هتكمل لفوق. بميل اربعة الواحد. هتردم هتردم فوق مخلفات. يعني ده كل مخلفات. ده اربعة الواحد بقى. كل دي مخلفات ده. تمام? وهتيجي فوق كده. هتعمل بتاعك وبتعمل بميل ايه? خمسة الواحد كده او كده. عشان خاطر المطر لما ينزل ايه? يوعد تحت. تمام? فانت بتتكلم في شكل عامل كده. القريب ايه يعني. تمام? لنز. ديبس. 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 تمام? اللنز هو الاتجاه ده. تمام? سيكوريتي بيرو. تلاقي الطريقة هنا. ده اللنز. وده ديبس. بتاعك. تمام? بالنسبة للايه? للدبسات. هتلاقي الدبس تحت القض. من اربعة لتمانية متر. تمام? وفوق القض. ممكن تطلع من عشرة لاثناشر متر. نفيش مشكلة. مع اتناشر هنا. تمام? كان ممكن تبقى عشرة. انا رباستéis. ممكن تبقى سبعة. نفيش مشكلة. ده يعني. ده يعني. ده يعني.ก็ مش من الم الرائح في للمية. م puck نسجächlich. نحن بنقول تحت الارضة حوالي تمانية متر. عشان خاطر نخفض تكلفة الحفر. وفوق اتناشر متر مثلا. زي ما المال يجيبنا. خلي بالك الله. هذه المال ده. لما تطلع بي انا عايز يبقى لي هنا المسافة يعني انا عايز هنا مسافة تتبقى لازم هنا المسافة دي مثلا تكون من 30 ل 50 متر عشان خطر العربيات لما تيجي تقف فوق تعرف تقف يعني كلام من 30 ل 50 متر 25 يا سيدي يعني ممكن التلاتين دي هنا تجاوز فيها وتوصل 20 20 متر مثلا هتكفي عربية برضو بس برضو ده من 30 ل 50 مفيش مشكلة تماما عايز تقل شوية هتبقى 20 25 مفيش مشكلة برضو فانت لازم تبقى عارف الميل ده هو اللي هيحكمك مش هتفضل وطالع انت كده لحد ما تبقى مسلس ومفيش عربية تقف هنا ما ينفعش تماما طيب جميل فانت في الاخر عشان تخش على السيبل تري دي وتطلع كل حاجة بالزبط انت هتحول الوليوم ده للمس وإيه وويتس وديبس فانت كده ممكن تفرض الدبس تقول مسلا ان هو تمانية انا تحت و 12 فوق يبعيش منه لما انا كده فاضل اللينس و البيت خلي بالك لازم تبص للديمينشنز بتاعة الارض بتاعتك يعني لو انا مديك ارض 500 متر و 200 متر ما ينفعش اللي و البيت بتوها يبقوا اكبر من كده انا بداية انا مش هبديك ارض اصلا المدفن يطلع اكبر منها اساسا ان كمشروع مش هيحصل لكن اللينس و البيتس لازم يكون وزن الارض وخلي بالك فيه مساحة هتتخصم نتيجة ان في مباني خدمية موجودة فاحنا ممكن ناخد العرض كله مفيش مشكلة يعني انا عندي 500 في متين الارض تقريبا عاملة كده مثلا دول مسلا هبتال عندي 200 متر جديد 500 متر PL célهد 500 متر حقا المتين متر اي هؤلاء على عرض صح بس اااه اه اه او اه او اه 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 اكيد فيه شارع يعني فيه شارع ميهدور كده بيه شارع دير ميهدور الخليه فانت لازم تخصم من المتين متر اي لين 8 متر يمين مثلا و 8 متر شمال او 6 متر يمين وستة متر شمال اللي هو شارع يمينها وشارع شمالها. يعني اتناشر يقول عندك اه من متر للمترين اه صور ما هيبقى فيه صور وجامل الصور ده هيبقى فيه شوية لاندسكيب كده وسبسكيب وزي شوية زرع. واخدين لك متر ولا حاجة. يقول اتنين متر يمين واثنين متر شمال عشان الصور وستة متر يمين وستة متر شمال عشان الشارع. انا نتكلم في حوالي اربعتاشر قول خمستاشر متر من المتين هيطيره. يبقى انا عندي البيب بتاعتي صافي مية خمسة وتمانين متر. حلو. طيب. يبقى انت معاك الفوليوم يقسمه على مية خمسة وتمانين على عشرين. انت عرف تجيب اللينس. لازم يطلع عليه من خمسمية دي عشان فيه مباني بقى هتتحطه فيه لسه ابابوريشن بونت هتتحط. فلازم يطلع لك ايه? قد كده. اطلع لك مثلا تلتمية. انت هتوفق بقى. طب ما طلعش تلتمية تلع اكبر. خلاص. خلي التماني دي باثناشر. مع اطناشر يبقى اربعة عشرين. فليت يبقى اربعة عشرين. فلا يقل شوية. تمام? طيب. هنا هتحط ايه? هتحط المباني بقى بتاعتك. والميزان والطاير روش والكلام ده كله. تتحط. تتحط فوق بقى. تتحط تحت. تشوف انت هنزبط انساك قصة دي. في اللي اقعد داعتك. تمام? المهم الفوليوم ده لازم يتحول لعرض وطول. ودبس المبدئي. وكل ده. هي يعني. ده مبدئي. ده جايد لنا عشان نخش بي سيفل. هيتغير لما نخش بي سيفل تري دي. مجينا بصين على الواند بود. مجينا بصين هنا كده. الميزان اللي هتتجمع في المواسير دي بتروح في الاخر في صمب كده. الصمب دي اللي هي موجودة هنا كده. بصوا. الصمب دي في امب جواها. بتضخ الميزان البرا ومتوديها لحد اللي يتشت ايه? افاكوريشن بقى. طيب. المواسير دي مش محطوطة كده على التربة وخلاص يعني. يعني مش محطوطة على الارض وخلاص. هي محطوطة على آآ نظام طبطين. نظام طبطين. نظام الطبطين ده بيبقى عبارة عن شوية طبقات كده. فتعالى نبص عليها كده في اللوحة دي. اللوحة دي انت هتسلمها فلازم تبقى فاهم كل حاجة فيها. هنا كده بنتكلم على يعني دي ما نسبة لصول دي. هتلاقي طبقات الطبطين هنا اقل من طبقات الطبطين هنا. ليه? لان دي مواد خطرة. فهتعالى احنا سكوبنا هنا. قصة هتلاقي عندك ايه? هتلاقي عندك اول حاجة تربة بتاعتك. وبعد كده بتلاقي في حاجة اسمها كومباكتت سابجريد لير اللي هي تربة معمول لها دمج. بعديها في حاجة اسمها الجيو تكستايل. الجيو تكستايل ده عبارة عن حاجة كده زي خلينا افتح لك حاجة. تبقى حاجة عاملة زي كده. ده الجيو تكستايل شايف يعني بالبلد كده شايف الشنط او المفرش اللي مفروش ده. ده بيتفرش في المدفن عشان الخاطر المية لما تنزل ما تتعديش لحد التربة تحت. بعد كده بتلاقي بقى حاجة اسمها جي سي ال. طبقة كده من الطبقات دي. اسمها جي سي ال جيو سي نتك كي لي لير. جيو سي نتك كي لي لير. الجيو سي نتك كي لي لير. ده هو مادة عاملة زي البودر كده. لما بتتفرش وبييجي عليها مية بتنفش زي الخميرة. فلما تنفش الفراغات اللي فيها بتقل جدا وبتتسد. فالمية متعديش. تمام? بعد كده بنحط حاجة اسمها اتش دي بي اي لير. طبقة كده من الهاي دي نستي بولي اي سي لين. انت عارف ان ما هو سي لهاي دي نستي. شيط من الهاي دي نستي بولي اي سي لين. اتنين ملي متر الخرم بتاعه او الدقة بتاعته. بعد كده اتش دي بي برضو برضو زي شنطة كده. بنحطها او مفرش. بنفرشو. اتش دي بي برضو. وبعد كده تاني وبعد كده بنحط طبقة من التربة حوالين اي بقى? المصورة. شايف المصورة? الطبقة دي. عشان تحمي المصورة من الابهاد الرأسي بتاع المخلفات. عشان يبقى. مش كونسنتريتد ويت. لو انت فاكر. تمام? ده المين كوليكتر. اتنين في المية واتنين في المية دي المواسير ايه? بتاعة الايه? تعال كده نبص على حاجة اسمها الانكور ترينش. ده لان هزر انكور ترينش. يعني ايه انكور ترينش? نبص كده فرقة اسمال البسيطة اللي احنا نسمناها. مش احنا كنا طلعين هنا. اه هنا في كده. اه كان الان احمر. هنا كده في سيكورتي بيرم هوا. تمام? ده السلسلوب بتاعك. طمام. عيدين هول دي انه حط المفرج بتاعنا اللي هو ل iets . بتاعنا . نبص ادي السلوب بتاعي. بص هعمل ايه? هقف هنا وهعمل كده. وهنزل كده حفرة كده. وطلع تاني. ده تكملت. يعني الحتة دي هي تجبير الحتة دي. فانا هفرش الشنطة بتاعتي او طبعا كلمة شنطة دي عشان اقرب لك المعلومة هاي. ده مفرش بيت فرش. اللي هو. لو انا سيته كده هيتزحلق. العربيات هتنزل المخلافات هتحطها هيتزحلق. فهم واخدوا عملي ده ايه. يلافف بيه كده. ومدخل بحفرة كده. ومطلع به كده. واردم تراب هنا. يبقى كده انا مسكت الايه? الشي ده او المفرش ده مسكته. تمام? الشكل بتاعها هنا هوا. بص. دي الطبقات اللي احنا اتكلمنا عنها تحتها. دي بقى عالسايد سلوب بتقوم طلع كده. بتقوم طلع. وده ومدخلينها كده. ومحطين ايه? رامل. تمام? طيب. ايه اللي جاي من فوق ده? اللي جاي من فوق دي. حاجة اسمها الكافر الكافر لييرز. انت خلاص لما بتقفل المكفن بقى مش هينفع تسيبه كده زبالة كده لجاو. لازم برضو تحط شوية الطبقات. واتدخلها برضو في الانكور ترينش. ده اسمه انكور ترينش. تمام? اه اللي ببسيط عليها برضو هتلاقي نفس المكونات. عشان ده اه كفر. مش 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 تحت. فانا مش خايف قوي يعني. نفيش مية تطلع لفوق. لان مية تنزل لتحت. فعشان كده بحط تحت. لكن فوق بحط. او لو خلتها هايدانستي مفيش مشكلة برضو. بس اغلى. هايدانستي برضو بعد كده. وبعد كده بتحوط جايتو ستايل تاني. تمام? طيب. ده في الهازرد. هتلاقيه اكتر شوية. ده برضو في الهازرد هتلاقيه اكتر شوية. فانت اللي يخصك يدي تلتين دول. ده دي تلا. في القاع عشان ما عندكش هازرد. وده دي تلا برضو ايه نان هازرد في الانكور ترينش لكن دي. هايدانستي بس مزودين شوية الطبقة الزيادة. ونتيجي هنا تلاقي برضو ايه هازرد تمام? هي دي. هي دي. هي دي. بس من غير المصور. وده الانكور ترينش بتاع الهازرد. تمام? طيب. فانت في المشروع ده. اول حاجة هتعملها كده بسم الله الحمار الحين للخاصلة في الدنيا يعني. هتبتدي تعمل ايه? بتقري الاول ده. وتاخد حتة الارض اللي احنا بتدينها لك اللي هي دي. هترسل مستطيل هنا دي حتة الارض بتاعتك. فانت وانت بترس اول حاجة هتعملها انك هتعمل ليه قوت يعني. اللي قوت بتاعك ان انت هتفرش الارض دي. وبعدين نبقى نشوف السابة ثري دي. انت اول حاجة هتعملها هتعمل نفسك كده لزيز في عدل السكان دلوقتي وتحسب معدل بمعدل الزيرة ده عدل السكان في العشرة سنية الجايين. تمام? طيب. ومعك برضو الجنريتينج ريت. اه او بتاع المخلفات الصلبة لكل فرد في اليوم. ومعك معدل الزيرة السنوية برضو تحسب في العشرة سنية الجايين معدل ايه اه بتاع المخلفات. بعد كده هتضرب ضف ده جيبتل في كل يوم في تلتمائة خمسة وستين على الف عشان تحاولوا طن عالكسافة حاولتوا متر مكعب في كل سنة. بعد كده هاتي الفوليوم التراقومي. والفوليوم التراقومي ده هو اللي تحولوا الايه? بعد ما تحولوا تيجي تبوص زي ما قولنا طبع تيجي تبوص هنا بقى. ده اتجاه الشمال. والرياح هاندنا في مصر الشمالي ايه? قربي. فانت هتلاقي عندك الايه? اتجاه الرياح كده. فما ينفعش بقى يعني لا يفضل انك تعمل لي هنا الخلية. ما تعملش هنا الخلية. وتحطي لي هنا المبدأ الاداري. لو كده المخلفات الرياح هتيجي تاخد الرياح بتاعتها وتصبها على الناس. فيفضل تبقى ايه? الخلية هنا. وهنا. اه الليتشيت بوند. وجنب بقى الستورم بوند. وتروس بقى رصيتك ان المباني الخدمية والمباني الادارية ومبنى العمال والنزان والكروش. تمام? فيفضل انك تخلي البابة من هنا. من ناحية دي يعني. او من ناحية دي. من هنا كده. من ناحية دي يعني مثلا انا اصد ان الخلية تبقى ايه من ناحية دي. تمام? ده افضل. طبعا انا كده. شبه حدث لك الليه قوت يعني. تمام? انت بتعمل البوردر بتاعك. وتبتلي تشوف بتاعتك. الارض دي تقريبا مدينها لك في المشروع. اه حواري ستمية خمتين خمسة واربعين. فتخبرك من الحتة دي كويس. تمام? ممكن تقسمها على خليتين او تلت خلاية او خلاية واحدة او الموضوع صغير. يا سلامنا وعملتنا اتنين بروبوزر. يبقى بروبوزر بخلاية واحدة او بروبوزر تاني ايه بخليتين. يبقى حاجة بطيفة جدا منك يعني. طيب جميل. بعد ما هتخلص بتاعتك سواء ماني ولا او على اكسل بتعمل يبقى انا اطلع من اول محاضرة بكالكوليشنز واطلع منها بلاي اوت. تمام? عشان رحنا لك بدأت يعني ايه مدفن وايه مكونات منجوه. هو لنا لك لاي اوت كاكزامبل. وقلنا لك على الميول الجانبية بتاعت الحفر والصيد بتاعك يعني بتاع الحفر وبتاع السيكوريتي بيرم. وقلنا لك الميول الجانبية بتاعت اللاترالز وبتاعت المينكو اللاترالز وبتاعت الايه النيتشيت. وبعد كده بعد كده بعد ما هتعمل ليه اوت هنخش سيفل تري دي. نجي المحاضرة اللي جاية ان شاء الله او محاضرتين اللي جايين او هنمرجوهم في محاضرة احدة هنشوفه. تمام? المهم? المهم ان انا عايز ليه اوت قبل السيفل تري دي. لازم يكون فيه ليه اوت قبل السيفل تري دي. تمام? شكرا لكم جدا. السلام عليكم.